السعر المادة الخامة هي 7 درهم من الليطر فنشروها على بركة مادة موصفات ونشروها بـ 11 درهم لو انه هذا القيطر الجبنة بـ 7 درهم من المغرب وكررناه كنا سنزيدوا عليه 1 درهم والجوج درهم بمعنى 9 درهم زائد عليه المصاريف ديال الضربة وما الى ذلك كنا سنوصلوا الى كنا نتكلموا اليوم القزوة على 16 درهم بمعنى الوجود للسامين سيساهم بـ 1 درهمين في تخفيض الاسعار انا بالنسبة لك اقولك جوج درهم هي غير كافية بالنسبة لـ 14 درهم ديال المغاربة لانه الاصل ديال المشكل الكبير في ان كان كذلك هو في القضية ديال الرفع الدعم ديال التحرير بما يقتضي على اساس انه الدولة يحتاج تقلب على آليات خرى للدعم ديال القضية ديال المحروقات وانا انا نعطيكم مسائل بسيطة جدا لو انه لم نحرر الاسعار في 2015 واعتمدنا واحد القاضية باننا قلنا المغاربة يخسام قونا نبيعو لهم القازوة على 8 درهم ونس من ذاك الوقت اللي هنا وقلنا الى كان فوق 8 ونص نبيعو لهم غاب 8 ونص الى كان قل من 8 ونص نبيعو لهم بـ 8 ونص بمعنى طالعة هودا هداك مجموعة هذه الارباح اللي جمعنا فوقها 8 ونص منذ 2016 اليوم هي اللي قلت لك تساوي 45 مليار ذي الدرهم بمعنى كان يمكن ندير واحد صنوق ديال التضامون ديال القازوان غادوا كل مستهلكين بوحدهم فالوقت اللي كان انخفاض ديال اسعار ما كانوا المغاربة حاسين بذلك شيء اللي انه كان هناك اسعار فاحيشة وكانوا الفاعلين في القطاع كي يستفدوكتر هداك شيء وكان جمعناه اليوم وندخلوا به راضين ندخلوا به تقربين 1-50 درهم بالنسبة للغازوان اذا من هناك عندك المطلب لك نقولوا استرجاع الارباح ديال الفاحيشة او اقرار ضريبة استثنائية على الفاعلين في القطاع من اجل الدعم ديال القادية بالنسبة لمستهلك ديال القازوان وهدو اعتقد اجراءات اللي اخذتها بجموعة ديال الدول والمشيغل المغرب بوحده ليخصي اخذها وحنا نكون في دارية ديمقراطية للشغل بالتاريخ ديالنا والارتباط ديالنا مع هاد المقاولة اللي هي شركة سامير اللي كان اعتبرها السريلة ديال الحركة الوطنية اللي اتبنات من بعد الاستقلال ديال المغرب ولي كان هالشي ديال البنائي اللي سامير كيندرج في سياق ديال الاستقلال الطاقي ديال المغرب اذا لا ندخل جهدا في طرح المطاليب ديالنا والمقترحات ديالنا على الحكومة من اجل انقاذ هاد المقاولة لما نعتبرهم المصالح والمكاسب لكي تعطي هاد المقاولة بالنسبة للمغرب وبالنسبة للمغاربة احنا في تقدير ديالنا بان هاد المقاولة مازالت قادرة وصامدة على استئناف نشاطها في اجل ديال 6 شهور احتى 8 شهور وبمنزانية لن تفوق مئتي مليون ديال الدولار او حوالي جوج المليار ديال الدرهم والمقاولة الرجوع ديالها الى المنظومة الطاقية المغربية ستساهم من جهة اولى في الرفع من الاحتياط الوطني المواجهة ديال الخصاص والنودرة وربما القطاع ديال الامدادات في السياق العالمي المهتز حاليا وكذلك ستساهم في تنزيل ديال الاصعار ديال المحروقات سواء من الضغط على الارباح الفاحشة اللي كي يعملوها الفاعلين حاليا وكذلك من استفادة من الارباح الناتجة اليوم على العملية ديال التكريب لليوم كي نحل هول كبير ما بين ثمن ديال البيترول الخام وبين المواد الصافية الذي يقدر الحدود اللحظة بحوالي 1 ربعات ديال الدرهم اذا هذا الربعات ديال الدرهم ديال الفرق ما بين ثمن البيترول الخام والبيترول المصفى يمكن اقتناص هذا الفارق هدايا والاستفادة منه في المغرب ولمساهمة به في تنزيل اسعار لمواجهة هذا الخلل الكبير بالنسبة للاسعار ديال المحروقات في المغرب اعتقد بانه إذا خدمنا لسامير مشاهدون اليوم نعطيه المزوط العباد الله فابور ولكن نقول لكم اليوم بانه الثمن ديال النفط الخام اليوم يساوي تقريبا 1-7 ديال الدرهم في السوق الدولية والثمن ديال الغازواء المصفى اليوم يساوي 1-11 ديال الدرهم الفرق ما بين 7-11 هي 4 ديال الدرهم هذه 4 ديال الدرهم يمكن اقتناصها في المغرب من اجل تنزيل الاسعار بواحد القدر ديال الجوج احتر جوج درهم ونصف بالنسبة لتا ديال القزواء هذا يعني سيكون مشجعة بالنسبة للتنزيل ديال الاسعار ولكن كان مقتضيات واجراءات اخرى التي يجب على الحكومة اعمالها من اجل تنزيل اكثر ديال المحروقات من ضمنها اساس المراجعة ديال الضربة المطبقة على المحروقات سواء في لاتيك او في لطيفية كذلك الضغط على الارباح ديال الفعينين باش تهبط الى ادنى حد ممكن وكان مطلب مركزي واساسي اللي كان طلبه بحنا هو الاسترجاع ديال الارباح الفحيشة المتراكمة منذ التحرير التي وصلت الى حوالي 45 مليار ديال الدرهم وهذا 45 مليار ديال الدرهمية رجعناها اليوم والمغربة كي يكلوا ميو عادي الـ 8.5 مليار ديال ليتروات ديال البنزين وديال القزواء هذا قادر يتساهم بواحد الحدود ديال 5 درهم بالنسبة للطيف ديال اسعار ديال المحروقات اذا الامر مخصناش حلول ولكن اللي خصنا هو خصنا ارادة سياسية حقيقية ديال الحكومة المغربية باش انها الدفع في اتجاه ديال التلطيف ديال الاسعار لانه اليوم اعتقد وسط الواحد المدى لم يعد تحمله وهذا الشيء يضرب السلم الاجتماعي بشكل مباشير ويهدد احتى الدورة الاقتصادية وحنا على ابواب ديال الدروا ديال الصيف اللي كنا كانت منها وهذه هي الفرصة ديال المغربة يتحركوا ويتحرك معهم من الاقتصاد الوطني الا ان التفرج للحكومة حاليا امام هذا الشيء الواقع حاليا سيزيد في اتجاه ديال تأزيم الاقتصاد الوطني وفي اتجاه دهشيم ما تبقى من القوات الشرائية ديال المواطنين والمواطنات اتنا ان اخذتها با تجربة هذه الشركة كانت تدرت في اللغة المشاركة مع الايطاليين في اطار تحرور الوطني وبناء الاستقلال الوطني من بعد جهة القرار ديال الخوصصة اللي كنا احنا نرافضينه كمفيدراليين داخل شركة سامير وكانوا معنا مجموعة ديال القواء انا داك اللي رفضات هذا القضي ديال الخوصصة نحنا كنا عارفين هادشي فيني غادي ادي وهادشي بحاليا كنا كنا نستقراوها دي واحد سبعتاشر عام وثمانتاشر عام قبل اذا هادشي يدفع القائم مني على الشؤون ديال البلاد يراجعوا سياستهم ويقيموا هاد الاثار ديال هاد تجربة ديال الخوصصة لوصنات للنيوم بما يمكن ان نسميها بالعري الطاقي بمعنى لا سامير بحيلة واحد المانطة كنا كانت غطاوا بها ضد الشمش وضد البرد ولكن اليوم لينا معاريين بشكل مباشر لهالتقلبات اللي كاعرفها للعالة اذا هالشي يقتضي على اساس انه الحاكمين في البلاد يعيدوا النظار ويقلبوا على السياغ اللازمة من اجل تأمين الحاجيات الوطنية ولعلها السياسة الوطنية البترو التي اعلن عليها جلالة الملك في 2004 اللي كانت كتبنا على ثلاثة المحاور اعتقد الحدود ساعة ماذرنا من هاتشي حاجة لما يتعلق بالمحاور الأول دي الاستكشاف والبحث للحدود اليوم بذلك ما لقيناش تقطر ديال الغاز وما لقيناش تقطر ديال البترول وهالشي كيعيد النظر في هذه السياسة اللي كان ديالها والتشجاعات اللي كان اعطيها بالنسبة للتنقيم المسألة الثانية ديال تكرير البترول اعتقد هالشي عهدنا به الى القطع الخاص في اطار الخوصصة اللي درناها في 1997 ولكن نتأج تبيين بانه كل الاهداف اللي كانت معلنة من الخوصصة تم اسقطها في الماء وكل محور الثالث هو المحور ديال التخزين وديال التوزيع للأسف الى كان في التوزيع اليوم نشهد تنازل ديال المحطة ديال التوزيع في كل مكان ولكن فيما يتعلق بالتخزين نحن مازال نضعافه بعادة على المقصدات القانونية اللازمه يعني توفيرها في هذا المجال اذا ولذلك انا نعتبر بانه هالشي لواقع الحالية في العالم هالزلزال العنيف لواقع المستوى الطاقي وعلى مستوى الطاقة البترولية يسائل قائمين على شؤون البلاد من اجل القراءة واعادة القراءة مواقع والبحث عن الحلول بالنسبة للانقاذ ما يمكن انقاذه ومن اولى هالحواجه هو الاسترجاع هذه المصفى ديال التكرير ديال البترول التي نعتقد بانه في اطار تفويت القضائي لكين حاليا بانه من حق الدولة ان تتقدم بطالب تفويت والاقتناء ديالها لا سيما وانه الملعام يمتل اكثر من 8% المديونية ديالشركة دياله السنية مثلا كان القضاء المغربي فالقضاء المغربي اصدر احكامه في كل درجة التقاطي بالتصفية القضائية وماذا يعني تصفية القضائية بانه المالك السابق لم يعود مالكا للمقاولة وصولها بالنسبة للغير فيما يتعلق بالتحكيم الدولي هذي مصطرة منفصلة على مصطرة ديال التصفية القضائية فهو شأن يعني الدولة المغربية في مواجهات المالك السابق ديالشركة ديال اسامير اذا ولي ذلك احنا اليوم يطرح السؤال لماذا لم يتم تفويت شركة ديال اسامير الجواب احنا بنسبينا واضح وانه ليحد الساعة الدولة او بعض الوزراء داخل الحكومة يمارسون ما يمكن ان نسميها تشويش على السير ديال العام ديال المصطرة القضائية ولا يعملون في اتجاه التشجيع ديال المستمرين لطرحين اسئلة عن المستقبل للصناعة ديال البترول وهذا يولي خلال امور وقفة لحد الساعة في هذا الحال هذا ايضا القول بانه القضاء مستقل فعلا القضاء مستقل ولكن في القادي ديال شركة ديال اسامير نحن نطالب اعمال فصل واحد ديال الدستور الذي يتحدث على الاستقلال ديال السلطة القضائية على باقي السلطات ولكن يتحدث كذلك عن التوازون والتعاون بين السلطات فهذا كانت تلوحنا التعاون ديال السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية من اجل تشجيع المستمرين للقدم اماما من اجل اقتناء اصول ديال شركة ديال اسامير ومواجب الدولة او الحكومة على اساس التي اعتبحت على مستمرين لاخولهم على اساس يقوموا بهذه العملية احياء ديال الشركة ديامير ولما كانش راه الخبا امام وبالحكومة المسئولية ديال انها براسها تقدم على اساس للحكام ديال الشركة ديال السهمير من خلال الاقتناء ديال οصول ديالها لانه lo needs da nos much we can control, زيطا من غير لا لاخير ديال العملية الارودة ديال ح Belgia quatro municipal في الاضوار ديالها الاجتماعية واقتصادية والمساهمة في التخزين المساهمة في تلطيف الأسعار كان كذلك مالي عام متورد في المليونية دي الشركة دي السامير بأكثر من 25 مليار دي الدرهب بمعنى لما رجعت الشركة السامير كما احتضر تسكيل البترول وبعنها كما احتضر تسكيل البترول لا يمكن استرجاع هذا 25 مليار دي الدرهب من المال العام في الوقت للمغرب احنا نحتاج واحتل مئة مليون دي الدرهب وما لا نقوم نعطيها لنا إذا المسؤولية دي البيع دي السامير وتسهيل دي البيع ديالها يرجعوا الى الحكومة اولا واخيرا وماشي الوزراء ديالها لكان سنو منهم على اساس كي يسمونا ما يمكن ان نعطيها بالتضليل او بتشويش على السير دي المساعد دي السويت بالنسبة لانقاذ هاد المقاولة الوطنية احنا اليوم امام وزراء في الحكومة ما زال ما سيقش رسوم بانه وزراء وفاش كيتطرح لهم الاشكال دي الاسعار وهالتدخون في الغدي كيلو حلائي ما كولها على سياق دولي ولكن الحكومة اليوم جات في موقع ديال التدبير باش انها تفك المشاكيل ماشي باش تفرج ولا تحاول تفصل لنا هاد المشاكيل هادو وما يتعلق بالطاقة على هاد الاساس هاد احنا قلنا سابقا بانه اي زيادة في الطاقة كيكون عنده تداعيات بالنسبة للحواج اخرين دبا مول الملحة بغي يزيد في الملحة كيقول لك او دي تزاد في المازوط مول الحليب بغي يزيد في الحليب قليك تزاد في المازوط لكي يفرق القراءة ديال القاس بغي يزيد لانه هو قلنا ستزاد عليه في المازوط على هاد الشي هادا مجموعة ديال الحكومات المتعقبة تفادات القادية ديال رفع الدعم على القاز والبنزين وتفادات القادية ديال تحريد الاسعار الى ان جاءت الحكومة ديال في الفين وقمستاش هي ليدرت هاد القرار هادا الخطير للاسف او حسن حظ ديال الحكومات السابقة هو انه تزامن مع البرميل كان كي يتراوح ما بين خمسين وستين دولار ما بانش هدفو هادا بشكل كين حاليا ولكن فنش وصلنا مية ومية ومية وعشرين دولار بدى كي يبان هاد الالقام للقاز والفات عشر وصلنا اليوم حتى لالسبعتاش وانحنا غادين احتل 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 عشرين اذا هادا مسألة هادا تقتضي بانه الحكومة يستتحمل مسؤولية ديالها في البحث في كل اليات ديال البحث على موارد جديدة من اجل مواجهة ديالها تضخم هادالك حاليا لانه التداعيات دياله ستكون خاطرة وخاطرة جدا ولك يهمن احنا في هذه القضية كلها هو الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المغرب اعتقد بانه لا يقدر بتمان ولذلك فالحكومة القائمة على شؤون البلاد عليها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة وأن تكفى من خطة تبرير ومحاولة إلقاء التهمة على الآخر لا تنسوا تابنوا وفلاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبخيس وتفققوا اجيوا مع صحابكم